طيب النهاردة هتكلم عن الفرق بين البورد الأصلي ومش الأصلي عشان فيه ناس كتير جدا لما بتجي تروح تشتري سكيتبورد ما بتبقاش عارفة أفرق إزاي بين الحاجة الأصلية وحاجة مش أصلية فحبدأ كده حاجة حاجة وأول حاجة ودي أساسي اللازم تبقى واخد بالك منها هي الجودة بتاعة السكيتبورد نفسه يعني الكواليتي نفسها بتاعة البورد والبورد أساسا متقسم لكذا جزء يعني أول جزء بيبقى الخشبة اللي هي الخشب الفوق ده بس زي ما هو برضو ورايا كده بيتبقى عصاعات لوحده البورد اللي هو بيبقى أنت لسه بتجمعه فبيتبقى الخشب لوحده وده أهم حاجة في الموضوع لأن أساسا لما بتبدأ تبقى كويس في السكيتبورد وكده ده أكتر حاجة بتتكسري وده بتميزه إزاي بقى؟ بتلاقي في معظم السكيتبورد هي السكيتبورد بتاع الشارع عادي ده بيكون ليه شكل معين وليه منحنيات كده معينة في الشكل بتاعه نفسه وبيكون معظمهم الخشب نفسه بتقدر تميز أنه بيكون مضغوط والتاني جزء مهم برضو في السكيتبورد الحديدة اللي هي بتكون تحت المسكة الخشبة ومسكة العجل بتاع السكيتبورد نفسه وده بيبقى اسمها بالإنجليش بيبقى اسمها تراكس يبقى منهم ألمونيوم فيه منهم ماجنيزيوم فيه فده برضو بيبقى لما تمسك ركس نفسها من تحت بتحس كواليتي بتاعتها والجودة بتاعتها دالت حاجة برضو دي برضو بتبقى بعينة جداً لما بتيجي تشتري البورد العجل والرومان بيلي اللي جوه العجل العجل نفسه فتيجي طبعاً لما تمسك السكيتبورد اللي هو مش أصلي تلف مثلاً العجل بتلاقيه ما بيلفش فده طبعاً يعني الرومان بيلي اللي جوه مش أصلي والعجل نفسه الماتريال بتاعه بيبقى شبه بلاستيك كده في فرق بيبقى شاسع جداً في السعر بتاع البورد المش أصلي والبورد الأصلي لأن في ناس بتيجي تبدأ سكيتبورد في الأول تقول لك خلص أنا هجرب كده كده وهجيب أي حاجة طبعاً يعني الحاجات اللي هي ببقى مرسومة عليها سبايدر مان وبين تاني والحاجات مفروض منها خالص إن هي مش أصليه فحرام بتحط فيها فلوس وحتلاقي يعني لما تروح محل من المحلات اللي هي معظمهم بيبقوا تويز شوب محلات ألعاب معظمهم بيبقوا حاجات في مولات الكلام ده 90% من الحاجات دي ويمكن أكتر بتبقى مش أصليه عشان تعرف بقى إزاي البراند دي أو المركة دي أصلية بتدخل بتشوف أونلاين على اليوتيوب بتخش على جوجل بيبقى ليهم ويبقى ليهم فريق تحت يوم تيم بحاله ناس محترفين جداً كل واحد من الناس دي ساعت بيبقى فيه سكيتبورد باسمه فيه تفاصيل كده طبعاً البراند اللي هي مش أصلية والمركة مش أصلية مش هتلاقي لا ويبسايت ولا فريق وممكن تلاقي لهم ويبسايت بس مش هتلاقي تحتي فريق مثلا مش هتلاقي فيه التفاصيل بتاعت كل جزء في السكيتبورد هتلاقي السعر قليل جداً برضو فدي نقطة مهمة جداً نازل تبقى عرفها وانت بتشتري السكيتبورد هقول برضو شوية أسامي كده للمركات المعروفة منهم بلايند منهم انجوي دارك ستار منهم كليشي